هؤلاء العلماء الربانيون لهم صفات متعددة سأذكر لكم عدداً من صفاتهم حتى تميز بينهم وبين غيرهم فأول مميزاتهم أنهم يرجعون إلى الكتاب والسنة فلا يرجعون إلى الآراء المجردة أو ما يسمونه العقول المحضة أو ما ينسب إلى الإلهام والوحي الذي يوحى في نفوس غير الأنبياء فإن هذه الأمور لا يصح التعويل عليها ولا يجوز بناء حكم شرعي عليها وإنما الواجب الرجوع إلى الكتاب والسنة قال تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة وأما الصفة الثانية فهي أنهم يذكرون الناس بالآخرة ويجعلونهم يقصدون الآخرة بأعمالهم ولذا تجد في كثير من الأحكام التي ترد في كتاب الله ربط ذلك بهذا الركن من أركان الإيمان في مواطن كثيرة يقول تعالى إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر فالإيمان باليوم الآخر ركيزة من ركائز الإيمان تجعل الإنسان يرتبط بشرع الله عز وجل ويعمل لآخرته ولا يقصد الدنيا وقد جاءت النصوص بذم إرادة الدنيا بالأعمال وبيان أن هذه النية تعود على صاحبها بالخذلان وأنها لا تقدم شيئا من قدر الله كما ورد في الخبر من كانت الآخرة همه جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وآتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا همه فرق الله شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له منها يقول تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى والآخرة خير وأبقى ومن صفات العلماء الربانيين أنهم يذكرون الناس بالله ويربطونهم برب العزة والجلال بحيث يجعلون قلوبهم تتذلل وتخضع لله وتخاف منه جل وعلا وتحسن الظن في رب العزة والجلال فيرجونهم في الله ويجعلونهم يحبون الله ويقدمون على ما يحبه الله فيكون ذلك من أسباب جعلهم ممن يحبهم الله ويحبونه إنهما ترتبطت القلوب برب العزة والجلال صلحت الأحوال واستقامت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضى إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ولذا كان من شأن الراسخين في العلم أنهم يقولون ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ومن شأن هؤلاء العلماء الربانيين أنهم يحسنون الخلق مع الخلق ولا يتكبرون عليهم ولا يترفعون عنهم ومن شأنهم أن يحبوا الخير للآخرين وأن يسعوا في جلبه إليهم وليس من شأنهم أن يتركوا التجارة والتكسب فقد كان أئمة الإسلام يتكسبون ويتجرون ولكنهم في تجارتهم وفي أعمالهم ينون بذلك أن يستعينوا بهذه الدنيا على الأعمال التي تقربهم من الله وترضي الله جل وعلا عنهم ولذا قال تعالى ليس عليكم جناحنا أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات الآية وقال جل وعلا علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فهذه الآية نزلت في رفع ما كان واجبا في أول الإسلام من قيام الليل وكان من أسباب رفع هذا الوجه أن الله جل وعلا علم أنه سيكون في هذه الأمة تجار يتجرون يبتغون من فضل الله ومن الكسب والتجارة فكان ذلك من أسباب التخفيف على العباد في هذا الحكم حسنا قريبا ومن المستخدم اشتركوا في القناة ومم